أعزائي طلبة وطالبات ثلثة سنوية أهلاً وسهلاً بكم في قناة فرنشا أكاديمي لتعلم اللغة الفرنسية قبل ما نبتدي في الفيديو أنا حب أن أنا أشكركم على كل التعليقات الجميلة اللي أنتوا بتكتبوها لي وأتمنى أن أنتوا تشاركوا الفيديوهات علشان توصل لأكبر عدد من زميلكم الفيديو ده هو شرح الدرس الثالث من الوحدة الأولى وعرفنا أن الوحدة الأولى بتتكلم عن الرياضات وعنوانها نادي الرياضيين والدرس الثالث عنوانه اقتراح أنشطة والموافقة عليها أو الرفض الدرس ده في شوية تعبيرات كلها مهمة جداً بنستخدمها دايماً في أسئلة المواقف زي مثلاً اقتراح أنشطة في تعبيرات كتير بنستخدمها علشان نقطرح نشاط معين وفي تعبيرات تانية بنستخدمها علشان نقبل اقتراح أو نرفضه وإيه هي التعبيرات اللي احنا بنستخدمها علشان نعبر عن رأينا أو نسأل حد عن رأيه وكمان التعبيرات اللي احنا بنستخدمها علشان نعبر عن الإلزام الالزام المقصود به الاكبار حد مجبر ان هو يعمل حاجة او لازم يعمل حاجة وفي قاعدة كمان في الدرس ده مهمة جدا وهي اجابة سؤال معناه هل باستخدام وي او نو او سي نعم او لا او بلا وفي كمان جزئية خدناها في الدرس الاول موجودة برضو في الدرس ده وهي الرياضات التقليدية والرياضات الخطرة هنبتدي في اجزاء الدرس وهنتعرف على كل جزئية من الجزئيات دي بنعبر عنها ازاي اولا هنبتدي باقتراح انشطة علشان نقترح على حد من اصدقائنا مثلا ان احنا نمارس نشاط معين ممكن اقترح باكتر من طريقة لو جالي سؤال في المواقف مثلا وقال لي انت بتقترح على صديقك الذهاب الى السينما علشان نقدم اقتراح ممكن نستخدم اكتر من تعبير ممكن نقول اي رأيك نروح السينما يعني انت قلت ايه او ايه رأيك في الحاجة دي وممكن استبدل تو بفو يعني اقول يعني ايه رأيكم او ايه رأي حضرتك يبقى باستخدم ساتو دي لما بكون بكلم حد صحبي او حد قدي لكن باستخدم سافو دي لما كون بكلم حد اكبر مني سنا او بكلم مجموعة اشخاص وممكن اقول او سينما ساتو دي الى السينما ايه رأيك يبقى اول تعبير بنستخدمه علشان نقدم اقتراح هو ساتو دي او سافو دي تاني طريقة بنستخدمها لتقديم اقتراح اننا نسأل الشخص واقول له وممكن برده نقول انت عايز تروح السينما وهنا بقى هنستخدم وبعضي فعل في المصدر يعني هنقول انت عايز تروح السينما ومن التعبيرات المهمة لتقديم اقتراح هي تصريف الفيغ بمعنو في صيغة الأمر يعني مثلا فلنذهب إلى السينما لما يكون الفعل في صيغة الأمر معنو أعرف أننا كده بقدم اقتراح فلنذهب إلى السينما أو يلا بينا نروح السينما ممكن كمان نستخدم التعبير يعني لديه رغبة فيه هل لديك الرغبة في الذهاب إلى السينما وطبعا فيغ بأفواغ هيتغير على حسب الفاعل يعني لو الفاعل vous يبقى هقول هل لديكم رغبة في الذهاب إلى السينما وممكن أقول أنا بدعوك للذهاب إلى السينما يعني باستخدم فيغ بأم في تي آ يدعو إلى يعني هقول ولو المخاطب جمع يبقى هاستخدم vous بدل ت يبقى هقول أنا بدعوكم للذهاب إلى السينما كل دي طرق مستخدمة لتقديم اقتراح هنعرف بقى إزاي نوافق على الاقتراح أو نرفضه لو أنا هوافق برضو في تعبيرات كتير بنستخدمها لقبول الاقتراح يعني مثلا لو جالي سؤال مواقف وقال لي أنت بتقبل اقتراح صديق للذهاب إلى النادي ممكن أرده وقوله إنها فكرة جيدة أو نعم أنا أريد أو هذا رائع أو هذا لطيف وبعدها أي صفة كويسة يبقى معنى كده إن أنا بأبل وممكن أقول يعني حسناً أو نعم وممكن كمان أقول هذا يسعدني أو دكور أو أوكي موافق أو بكل سرور أو ممكن نقول يعني بكل سرور برضو أو عن طيب خاطر يبقى بقى بأكسبتي يقبل يقبل دعوة أو يقبل اقتراح بيكون مرتبط بالتعبيرات دي لكن لو أنا بقى هرفض الاقتراح رفض الاقتراح وده برضو بيكون سؤال في المواقف أنت بترفض اقتراح صديقك لممارسة التزلق علشان نرفض اقتراح ممكن أقول نعم نخلي بلنا كويس من التعبير ده هذا لا يعني لي شيء وطبعا من أشهر التعبيرات اللي احنا بنستخدمها علشان نرفض اقتراح أن احنا نعتذر نقول مثلا معزرة أو آسف هقول مثلا آسف مش هقدر وممكن أرفض الاقتراح بإني أقول أنا مش عاوز هقول مثلا نون je ne veux pas وممكن كمان أقول نون merci لا شكرا وممكن أقول pas d'accord غير موافق أو أقول نون je préfère وأقول حاجة تانية غير اللي هو اقترحها يعني مثلا أقول نون je préfère لكي تاسيون لا أنا بفضل الفروسية يبقى دي الطرق اللي أنا ممكن نرفض بيها اقتراح يبقى احنا كده عرفنا التعبيرات اللي احنا بنستخدمها علشان نقدم اقتراح وعرفنا ازاي بنوافق أو بنرفض الاقتراح دلوقتي بقى هنتنقل للنقطة اللي بعد كده في الدرس وهي التعبير عن الرأي الأول لو أنا هسأل حد عن رأيه يعني مثلا انت بتسأل صديقك عن رأيه في المسرعة ممكن تسأله وتقوله ما رأيك في المسرعة وهنا استخدمنا كلمة الاستفهام علشان بسأل عن كلمة يعني رأي وهي مفرد مذكر وممكن استبدل كلمة بكلمة يعني رأي برضو ولكن هي مفرد مؤنس يبقى هقول هنا بقى استخدمنا للمفرد المؤنس علشان مفرد مؤنس ونخلي بالنا ان احنا استخدمنا قبلها صفة الملكية لان هي بدأ بحرف متحرك يبقى علشان اسأل حد عن رأيه يا اما بقوله كالي تون نفي او كالي تون اوبينيون وممكن كمان اسأل وقول انت معه او ضد المسرعة وده برضو من التعبيرات المهمة جدا يعني لو قلت يبقى لما اقول معناها انت معه او ضد وممكن كمان اسأل عن الرأيه باستخدام يعني يعتقد واقول برضو معناها ايه رأيك في المسرعة ولو بدأنا الجملة بكلمة هقول المسرعة ايه رأيك فيها وممكن كمان اسأل عن رأيه حد في حاجة باستخدام التعبير كمان تتخوف كمان تتخوف ايه رأيك في المسرعة او انت شايفها ازاي يعني يجد يبقى كل الاسئلة دي معناها ما رأيك فيه علشان بقى اعبر عن رأيه لو حد سألني عن رأيه وعايز اعبر عنه اكسبخيمي لوبينيون التعبير عن الرأي لو انها عبر عن رأيه مثلا في لعبة الكاراتي لابدأ الجملة بتعبير زي مثلا في رأيه في رأيه انه عنيف جدا او استخدم التعبير او اقول pour moi بالنسبالي pour moi c'est très violent او اقول selon moi وفقا لي او بالنسبالي او اقول moi je trouve que انا ارأى او je pense que انا اعتقد ان او je vois que انا ارأى او je suis pour انا مع او je suis contre انا ضد كل دي تعبيرات بستخدمها للتعبير عن الرأي ببدأ بيها الجملة وبعد كده اكمل بالكلام اللي انا عايز اقوله دلوقتي بقى هنتنقل لجزئية التعبير عن الالزام اكسب خميل لجزئية علشان نعبر عن الالزام يعني ان انا بلزم حد ان هو يعمل حاجة معينة عندي فعليين مهمين جدا هما الاتنين معناهم يجب verbe devoir وverbe falloir verbe falloir علشان نصرفه مع الضمائر هو مش بيتصرف غير مع ضمير واحد بس اللي هو il 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 يعني يجب او يلزم يجب انهاء هذه الواجبات هنا ما ينفعش ان انا استخدم اي ضمير تاني غير il مع verbe falloir لكن verbe devoir ممكن اصرفه مع كل الضمائر عادي يعني ممكن اقول يجب انهاء هذه الواجبات او يجب علي انهاء هذه الواجبات verbe devoir وverbe falloir هما الاتنين افعال تغوز يام جروب مجموعة تالتا علشان نصرف verbe devoir je dois tu dois il doit nous devons vous devez il doit doivent طبعا لازم نحفظ تصريف كويس je dois tu dois il doit nous devons vous devez il doit devoir يبقى يبقى احنا بنستخدم verbe devoir وverbe falloir للتعبير عن الالزام ودايما بيجي بعديهم فعل al infinitif فعل في المصدر je dois finir ces devoir بعد verbe devoir هنا استخدمنا verbe finir al infinitif كمان التعبير il faut بيجي بعديه الفعل في المصدر ولو نفتكر في الدرس الاول ان احنا كنا بنستخدم اسم من الاسماء المعدات الرياضية زي مثلا il faut une corde يلزم حبل او il faut un ballon يلزم كرة وممكن كمان اعبر عن الالزام باستخدام التعبير être obligé deux زائد فعل al infinitif فعل في المصدر être obligé deux يعني مضطر ان يعني ممكن اقول je suis obligé deux finir ses devoir انا مضطر ان انهي هذه الواجبات يبقى بنصرف بإطر على حسب الضمير ولكن نخلي بالنا ان obligé بتتأثر بالفاعل لو الفاعل مفرد مؤنس هنضيف e allez obligé ولو الفاعل جمع مذكر هنضيف s ils sont obligés ولو الفاعل جمع مؤنس هنضيف es elles sont obligés بعد كده بقى هنتعرف على الرياضات التقليدية والرياضات الخاطرة les sports classiques et les sports les sports classiques يعني الرياضات التقليدية اللي ممارستها مش بتشكل خطورة على الشخص اللي بيمارسها لكن les sports les sports يعني الرياضات العنيفة او الرياضات الخطرة وممكن نسميها les sports dangereux les sports classiques بقى زي لو تينيس التينيس لو جولف الجولف لو يوغا اليوغا لو بادمنتون تينيس الريشة لو بينج بونج تينيس التاولة لو كرة الطائرة اي رياضة مش بتشكل خطورة على الشخص اللي بيمارسها بنسميها sports classiques لكن sports les sports ou sports dangereux الرياضات العنيفة او الرياضات الخطرة دي اللي بتشكل خطورة على الشخص اللي بيمارسها زي الالعاب القتالية مثلا la box الملاكمة la lut المسارع الحرة او الرياضات اللي فيها مخاطرة او مجزفة زي مثلا l'escalade تسلق الجبال او l'okanioning عبور الوديان او l'ogafting الزوارق المططية او l'oddeltaplan الطيران الشراعي وفيه طبعا رياضات تانية كتير خطيرة زي سباق السيارات او الدراجات الجبلية او القفز بالمزلات كل دي بنسميها sports دلوقتي بقوصلنا لآخر جزئية في الدرس وهي يعني الاجابة عن سؤال بنعم او لا او بلا يعني الاجابة عن سؤال منفي او سؤال مصبت لو انا قلت مثلا هل انت تذهب الى المدرسة ياما هقول oui je vais à l'école ياما هقول non je ne vais pas à l'école في المثالين دول ياما بنجاوب oui ياما بنجاوب بنوم وده علشان السؤال نفسه سؤال مصبت لكن لو كان السؤال منفي يعني مثلا انت مش رايح المدرسة هنا بقى مش هينفع اجاوب بوي لو انا هروح المدرسة هقول c c يعني بلى يعني هنفي نفي هقول c je vais à l'école يبقى احنا ماينفعش نجاوب بوي على سؤال منفي لكن ممكن نجاوب بنوم يعني انا لو مش هروح المدرسة هقول no je vais chez mon onkel انا رايح عند عمي يعني معنى كده ان انا مش هروح المدرسة ولو انا قلت انت ما عملتش الواجب برضو ده سؤال منفي يعني هجاوب عليه يا اما بسي يا اما بنوم هقول بلى انا عملت الواجب يا اما هقول لأ انا تعبان يعني انا ما عملتش الواجب يبقى معنى كده ان انا لما بجاوب على السؤال المنفي يا اما بجاوب بسي يا اما بجاوب أجاوب بسي لو أنا هعمل الحاجة اللي هو نفاها يعني بشيل نو وبا واشوف لو أنا هعمل الحاجة دي يبقى هقول سي لكن لو أنا هعمل حاجة مخالفة ليها يبقى هقول نو يعني مثلا لو عندي سؤال زي ده انت مش هتروحي النادي في عندي إجابتين أنا بحب أعمل رياضة والإجابة التانية نقط أنا بفضل الذهاب إلى السينما طبعا ده سؤال منفي يا إما هجاوب عليه بسي يا إما هجاوب بنو أشيل نو وبا واشوف لو أنا هروحي النادي هقول سي ولو أنا مش هروح هقول نو في الجملة الأولى يعني أنا بحب أعمل رياضة يبقى معنى كده أن أنا هروحي النادي يبقى هقول سي لكن في الجملة التانية أنا بفضل الذهاب إلى السينما يعني أنا مش هروحي النادي يبقى هقول نو كده خلصنا كل الجزئيات اللي موجودة في الدرس وأتمنى أنتوا تكونوا استفدتم من الفيديو وإن شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد مرسي! أو رو بووووار! اشتركوا في القناة